الجيش هيطلع من الشمال ومش هنتهجر والأيام بيننا وبكرة حذكركم لو ضليت عايش يعني الكلمات مش كلمات زعين فلسطيني ولا رئيس حزب ولا قائد فصيل مسلح هالكلمات لفتاة من غزة اسمها نور هي صيدة لانية لفتتني لأنه ليست أي كلمات لفتتني لأن قائلتها ما زالت تعيش في شمال القطاع حيث تنفذ اسرائيل خطة الجنرالات التي تقضي بالقضاء على سكان الشمال أو تهجيرهم وتسوية المباني بالأرض وسبق أنحدثتكم عن ذلك هالكلمات رغم قلتها وسهولتها إلا أن تحمل أفقل المعاني على العقل وأشدها على القلب لأنها كلمات من قلب كارثة القتل ومن قلب المكلوم المظلوم المعرض لنار القصف والمحاصر بكل أدوات الإعدام وأمام أعين الإعلام والأنام ومع ذلك هذه الكلمات فيها معنى الصبر والصمود وروح تحدي من يسعى لاقتلاع جدر الإنسان المؤصل بحق الأرض وتغيير معالم المكان المؤثل بعمق التاريخ ما يحدث في شمال القطاع يصف حتى على ألسنة المنظمات الأممية بأنه أكثر من كارثي لكن ما يرويه من بخوا في الشمال لا تتسع اللغة لوصفه من هول المأساة التي اتسعت ووصلت حد ترهيب الأمهات بأطفالهم ناهيكم عن كارثة الإعدامات والكثير من مشاهد القتل والتعذيب وكل هذا لماذا؟ لتنفيذ خطة مسح شمال القطاع وجعله منطقة عسكرية إسرائيلية وعودة الاستطان إليه ولكن إذا فشلت هذه القطة رغم فاتورة الدماء الباهظة التي يدفعها المظلوم وأعلن التراجع عنها فلن يكون هذا منة من صاحبها المدجج بأعتى أنواع السلاح ولا رغبة في إنهاء الحرب بل هزيمة في وجه الصبر والصمود وهزيمة أمام من آثروا الموت على أطلال بيوتهم المهدمة كي لا يصبحوا من جيل نكبة جديدة وعلى أرض غير التي أكلوا من زرعها ونشأوا على عناقها حتى لو اختلقت إسرائيل أنواع الحجج لتسويغ التراجع عن خطة الجنرالات وهي المرجو فشلها لكن المفارقة وين؟ المفارقة أن واضع خطة مسح شمال غزة من مبانيه وتهجير سكانه جيورا آيلاند يبدو أنه بدأ يتراجع عنها ويكتب مقالا في يدعوت أحرنوت حتما سيغضب نتنياهو وزمرته بعد أن أقنعهم بها يحدد أربعة أسباب تستوجب إنهاء الحرب على غزة ويحذر من أن استمرارها لن يغير الواقع وسيؤدي إلى موت جميع الأسرى الإسرائيليين وسقوط مزيد من الجنود من أسباب وجوب وقف الحرب على غزة كما يقول آيلاند هو أن الخسائر البشرية تفوق أي مكاسب محتملة المقال موجود يمكن أن تجدوه في مواقع كثيرة لكن الخلاصة ليس هنا تحديد لمن النصر المطلق ولمن الهزيمة المطلقة والحرب لم تنتهي بعد وميزان القوة مختل ومقياس الخسائر غير متساوين لكن أضعف الإيمان أن يدرك القوي بسلاحه أن الأعزل قوي بصبره وصموده وكفاحه وإن شاء الله إن نسمع مرة أخرى من الصيدلانية نور وعلى لسانها إنهم تهجروا وعاد إلى غزة السلام والنور ترجمة نانسي قنقر